موسيقى موسيقى اشتباكات في المهرة وبوادر صراع بعد قدوم مسلحين من خارج المحافظة ينتبون للمجلس الانتقالي ماذا تريد السعودية من المهرة؟ ولماذا ينشط التحالف في دعم الميليشيا على حساب مؤسسات الدولة؟ ولماذا تصمت الشرعية؟ موسيقى أهلا بكم لأول مرة في تاريخ المدينة نشبت بالأمس اشتباكات مسلحة بين قبائل المهرة ومسلحين تابعين للرياض وأبو ظبي قاموا باستقدامهم من خارج المحافظة ومنذ شهور استحدثت الرياض مواقع ثكانات عسكرية ضخمة في محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان شرقا وقد نفذ أهالي المحافظة وقفات احتجاجية عدة رفضا للتواجد السعودي في محافظتهم لسيما وأن المحافظة لم تشهد أي أعمال عنف أو مواجهات خلال فترة الحرب الماضية وفي الضالع أيضا حدست اشتباكات بين قوات أمنية ومسلحين من الحزام الأمن المدعوم من الإمارات راح ضحيتها قتل وجرح من المستفيد من تلغيم البلد بالميليشيا ولماذا لا يعمل التحالف على دعم مؤسسات الجيش والأمن الرسمية بدلا من دعم ميليشيا غير قانونية وما هي المخاطر السياسية والاجتماعية إذا أتقوية نفوذ هذه الميليشيا نحن نتمنى أن لا تكون هذه المنطقة منطقة عسكرية أو شاعة سرعات ولكن بعض الأشخاص جلبوا المحتلين والغزاه إلى منطقتنا من هنا تبدأ القصة وباتجاه الفوضى يراد لها أن تذهب يقول أحد رجال المهرة هنا في أقصى الشرق وعلى بعد مئات الكيلومترات عن أقرب نقطة مواجهات تعيش المهرة بذور صراع مسلح والسبب أطمع الرياض وأبو ظبي وأجندتها لتلغيم هذه المحافظة المسالمة بالأمس أندلعت اشتباكات مسلحة بين أبناء المهرة ومسلحين استقدمتهم الإمارات عبر المجلس الانتقالي من خارج المحافظة على خلفية رفض أبناء المهرة دخول شاحنات أسلحة سعودية إلى محافظتهم وأصدرت قبائل المهرة بيانا يطالب الرئيس هادي بوقف أطماع السعودية في المهرة وتجنيب المدينة الصراع المسلح وحذر البيان السعودية من نشر أي قوات لها في المهرة سواء من جنودها أو من المسلحين الذين استقدمتهم من خارج المحافظة إلى ما قبل أن تأتي القوات السعودية كانت هذه المدينة تعيش سلاما لا يؤكر صفوها شيء لكن المراقبين تحدثوا عن نية السعودية توسيع نفوذها العسكري من أجل مشاريع اقتصادية استراتيجية رعاية الرياض أبو ظبي لميليشيات عابرة للمحافظات في عدن وأبيان والظالع وشبوى وحضر موت ومؤخرا المهرة يطرح سؤالا حول ما يريد التحالف من اليمن بالفعل والأهم من ذلك ما موقف قيادات الشرعية من هذه التحركات التي ابتعدت تماما عن هدف استعادة الدولة في وسط البلاد وفي محافظة الظالع حصلت اشتباكات مسلحة بين الأمن العام والحزام الأمني أسفرت عن مقتل أربعة جنود وجرح ما لا يقل عن خمسة آخرين لأسباب غير معروفة وهو الأمر الذي يتكرر في العديد من المحافظات المحررة التي تنقسم فيها الأجهزة الأمنية وتظهر فيها الميليشيات كقوات منفلتة لا تخضع لأي سلطات إذن وضع ملغم بالميليشيات ومدن مهددة بالانقسام المجتمعي والسياسي وبين الحين والآخر يظهر الرئيس هادي ليشرعن هذه الميليشيات أو تلك بينما تذهب البلاد في سيناريو إضعاف الدولة وتعزيز الفوضى عبر تنفيذ الشرعية وإشراف التحالف إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الإصطناعية الدكتور فيصل الحديفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة وسينضم مع أخرون عبر الهاتف بداية مساء الخير دكتور فيصل مساء النور أهلا وسهلا مرحبا بك أيها المشاهدين الكرام أهلا بك إذن دكتور أصبح للسعودية أشبه ما يكون بقاعدة عسكرية في المهرة وقوات بشرية أيضا ممن نظمتهم وبات يخضعون لسلطاتها وقرارها برأيك نحن كيمنين كيف يمكن استيعاب ما يحدث في المهرة بسم الله الرحمن الرحيم لفهم هذا الموضوع بشكل أعمق والعودة إلى جذوره نحن نعلم بأنه في العام 2015-2016 كانت تصرف الرواتب من بنك صنعاء الذي كان يتوفر فيه خمسة مليار دولار صرفت منه النصف رواتب وسرقت النصف الآخر وبالتالي وجدت الإمارات صعوبة كبيرة والسعودية أن تجند أناس عندهم قدرة على العيش الكريم فعمدت الدولتان إلى تكفيف منابع الدعم لليمن ومنعت الرواتب عن الناس ومنعت الفلوس والأموال المطبوعة من روسيا الدخول إلى البنك المركزي وتأخر أيضا صرف الرواتب أكثر من عام تم أيضا طرد العمالة السعودية التي كانت تدعم المجتمع اليمني بأكثر من ثلاثة مليار ريال سعودي تم التضييق على هؤلاء العمال بقوانين جائرة المهم أضعفت وضعت اليمن واليمنيين في خانة أسوأ دولة فقيرة أسوأ دولة جائعة في كارثة حرب في كارثة حصار تمنع عن استخدام ثرواتها موانئها مطاراتها وبالتالي سهل عليها إعادة تقنيد كثير من الناس الذي أنا أعتقد بأنهم أخلاقيا وقانونيا ووطنيا ليسوا عملا ولكن تم وضعهم في الزاوية حتى قابلوا مثل هذا التقنيد فقندت من السلفيين ومن غيرهم ودربتهم في عدن وفي صومال وفي إيريتريا وعادتهم إلى الأرض كأحزمة أمنية يستلموا مرتباتهم بشكل مباشر منها خارج إطار القنوات الرسمية البنك المركزي والحكومة اليمنية والسلطة الشرعية كانت تعلم مثل هذه التفاصيل ولكنها صمتت إذا هذه التصرفات وأضطرت الإمارات لكي تمضي في هذا السبيل أن تتخلص من كل العناصر الوطنية ابتداءا بالمحافظ جعفر سعد رحمة الله عليه ووضع شروط قاسية على الرئيس عبد الربو منصور بعدم تعيين أي شخص غير متفقا عليه من أبو إضابي والرياض إذن نحن بعد هذا المسار نستطيع أن نفهم أسباب قدرة الرياض والإمارات على التقنيد الموازي وعلى إضعاف السلطة الشرعية وعلى النزول القوات العسكرية في المهرة كقوات عدائية وفي سقطرة وكذلك مصادرة القرار العسكري والإداري والسياسي ونحن نعلم بأن عدن كلها وميناءها ومطارتها لا تخضع للسلطة الشرعية المعذرة هناك صداف الصوت لو تضبطوا لي الموضوع نعم إن كان من لدينا فسيحاولوا يعني الشباب في الكنترول حل هذه الإشكالية تفضل واصل دكتور بالنسبة لنا الصوت واضح إذن جيد أنا أعطيت التفسير الاجتماعي والسلوك الإماراتي والسعودي الذي مهد بوصول اليمن واليمنين إلى هذا الحال من الانقسامة الداخلية من زرع فتن من زرع مليشيات موازية من تهيئة اليمن في المستقبل إلى إضعاف أكثر وإلى حتى اندلاء حرب أهلية ليس فقط شمال جنوب وانفصال وإنما حتى في كل محافظة هناك كيانات تمتلك السلاح وتمتلك المال وتمتلك الدعم وتستطيع تحريكها بالأموال بالريموت كنترول عن بعد إذن الهدف الأساسي من كل هذا هو مزيد من إضعاف اليمن ووضع اليد عليها بكل سهولة وبدون عناء وللأسف من يلام في هذا هو السلطة الشرعية نعم سنتحدث عن موقف السلطة الشرعية لمنع مثل هذا التدخل نعم قبل ذلك الدكتور يعني برأيك ما هي الأبعاد الإقليمية لهذا الوجود وتأثيره أيضا على ما يجري في البلد بشكل عام الأبعاد الإقليمية الإقليم بشكل عام الذي تعتبر اليمن جزءا منه هو ضمن يقع ضمن الخارطة الخليجية نحن نعلم بأن السياسة الدولية هي التي ترسم السياسة في الشرق الأوسط والسياسة في العالم وخصوصا هذه المنطقة الهامة من العالم العربي الذي فيه النفط ومضايق هامة لمرور التجارة الدولية بنسبة 8% ابتداء من مضيق هورموز، قناة السويس، باب المندب، قبل طارق نحن نشق الكرة الأرضية في العلاقة الدولية التجارية والحركة النقل السياسة الدولية، واشنطن تحديدا وبريطانيا هي تأخذ حصتها مباشرة من وكالائها في المنطقة وهي الرياض والإمارات وبالتالي أطلقت أيديهم بالتصرف في اليمن وحمتهم وبالتالي هي من تزويدهم بسلاح وهي من تزويدهم بالمستشارين وهي أيضا من تدير إدارتهم العسكرية واللوقسية نحن نعلم بأن أكثر من سنة ظل المستشارون العسكري والأمريكون في غرفة قيادة التحالف هم الذين يدربون القيادة السعودية والإماراتية لإدارة المعركة بطريقة مهنية وتقنية لأن السعودية والإمارات لأول مرة منذ تأسيسهما يدخلان في حرب إقليبية وواسعة وبأسلحة حديثة لم يتم استخدامها ومقابل هذا الإطلاق اليد من العواصم الغربية للسعودية والإمارات فهي تعتبرها موكلة يمارسون أكثر قذارة السياسة الدولية سواء في غسل الأموال أو في صناعة الجماعة الإرهابية أو في إضعاف المنطقة وبالتالي هي تقدم هذه الدول كوكلة للسياسة الدولية تقدم المنطقة الشرق والأوسط بطبقة من ذهب فهي قامت بدور الثورات المضادة في كل من العراق في سوريا في ليبيا في لبنان في اليمن وفي السودان والآن في القزائر وهي تلعب كل اللعابة السياسية التي تخجل هذه الحكومة الغربية من أن تكون في الواجهة لأن شعوبها حية ولا تسمح لها بأن تلعب مثل هذه اللعبة القذرة لكنها وقدت وكلاء عندهم استعداد أن يكونوا وكلاء مخلصين يمارسون قذارة قناة السياسة الدولية بهكذا وضوح وبدون خجل وبالتالي رأينا في قمة التعاون الإسلامي أن مثلا مندوبة السعودية يعترض على مسألة ذكر إسرائيل بسوء وكأن إسرائيل أصبحت هي الأخ الصديق والحنون والقريب وأن فقط الأنظمة العربية أو القراءة أو الإسلاميين أو الدول الإسلامية هي التي ليست على وفاق معها وهي من السياسة الغريبة التي لم يكن توقعها الإنسان في منطق معتبر نعم إذن اسمح لنا دكتور أن ينضم معنا الكاتب نجيب شحرى من صنعه عبر الهاتف مساء الخير أسد نجيب أهلا بك إذن أستاذ نجيب قوات موازية للدولة باتت اليوم هي من ندير المشهد ويمارس الاعتداء بحق المدنيين برأيك ما أثار هذه القوات المنفلتة على هذه المحافلة أولا قبل الحديث عن الأثار لابد من الحديث عن من أوجد هذه الميليشيات نعم ولماذا أوجدت بطبيعة الحال هذه الميليشيات لم تكن موجودة قبل الحرب وتم التحالف هو من صنعها وبالتالي وسبق أن نبهنا لأول ما تم تشكيل الحزام الأملي في نهاية 2015 سبق أن نبهنا لخطورة هذا الانحراف وبالتالي وجود الميليشيات هو تعبير واضح عن انحراف التحالف عن أهدافه في اليمن أو تعبير آخر يعبر عن الأهداف الخفية لحربه ضد اليمن طبعا تركيبة هذه الميليشيات الجميع يعرفها لا طابع مناطقي على طابع مشاريع صغيرة ديني نقيض لبعض من كورنات الشرعية ما هي الأهداف بطبيعة الحال هناك أهداف سياسية وأهداف اقتصادية وأهداف عسكرية جميعها يمكن إجمالها بأنها تعبر عن مشكلة هذا التحالف مع اليمن أهداف سياسية تقويض المسالة الديمقراطية والنظام التعددي والميليشيات كبديل الأحلاف أهداف عسكرية منع قيام جيش وطني مؤسسي منظم أهداف اقتصادية تعطيل دور عدن وتعطيل مينا عدن يعني نكاية بإنها عقد تبيل مينا عدن تأجير مينا عدن إذن الآثار بشكل عام آثار مدمرة هذه الآثار تجاوزت الآثار المباشرة على عودة السلطة الشرعية أصبحت تمس شرعية وجود الدولة اليمنية لا هذا السلوك على الأرض يقود في نهاية المطاف إلى تقويض أسس وجود الدولة اليمنية إذن نحن هنا أمام انقلاب مركب ينفذه التحالف في مناطق تواجدية انقلاب على شرعية السلطة وشرعية وجود الدولة إذن كيف يمكن الوقوف أمام هذه الممارسات الخارجة عن سلطات الدولة وعن القضاء وعن الشرعية بشكل عام هنا لا بد من استراتيجية موية هذه الاستراتيجية ترسم مفق أولويات ولا بد أن تأخذ بعين الاعتبار تناغم ثلاثة عنصر رئيسية الفعل الشعبي والفعل المؤسسي الفعل السياسي الفعل السياسي الرسمي ومنكونة الأحزاب والنخب والعنصر الثالث البعد الدولي يجب أن يكون العنصر الأول والثاني متناغم تماما مع البعد الدولي هنا لدينا إطار مرجعي يمكن الاعتماد عليه المرجعيات الدولية كإطار مرجعي للعمل الشعبي والسياسي الرسمي مهم للغاية سوف أضرب مثل حي لإحتياجات المهرة إحتياجات المهرة تمثل نموذج رائع لمقاومة تواجد التحالف في اليمن لأنه يأخذ بعين الاعتبار للنسق الدولي وعلاقة هذا النسق بالمرجعيات من حيث الالتزام التامة الشرعية والقارات الدولية ومشروع بناء اليمن التحادي هذا الجانب الجانب الأهم لدينا مرجعيات دولية أخرى التقارير الدولية تقرير القبراء التابع لمجلس الأمن للسنة مهم للغاية ويمثل إدانة واضحة للتحالف في انتهاكه للمرجعيات الدولية وأشار بكل وضوء إلى السلوك على الأرض المناقض للأهداف المعلنة التي أعلنها التحالف كما يتعلق بعودة السلطة الشرعية المهرة نقطة تحول مهمة في مساعد علاقة التحالف باليمن إذن كسرت هذه النقطة يعني يكون الأراضي اليمنية كلها في طوق محاصر تماماً يعني احتلال بدون أي التزامات متعارف عليها لسلطة الاحتلال التي تعرفها العالم لا مرتبات لا تنمية لا صحة فقط مواناة وميليشيات نعم إذن شكراً جزيلاً لك الكاتب نجيب شحرة كنت معناً عبر الهاتف من صنعة إذن ما رأيك دكتور فيصل بما طرحه الأستاذ نجيب خاصة فيما يتعلق بأن لدينا مرجعيات أو إطار مرجعي لرفض كل ما يحدث من قبل التحالف سواء من خلال هذه الاحتجاجات وضرب مثال المهرة أو التقارير الدولية التي وضحت مدى الانتهاكات التي تقوم بها السعودية وأبو ظرب في المناطق التي حررت بالتأكيد ما أشار إليه الضيف من صنعة هي وجهات نظر منطقية ومعقولة وتستند إلى وقائع لا تحتاج إلى كثير من الإضاحة لكن إذا تناولتها أنا من منظور مختلف سنجد بأن هناك عدة مسارات كلها ترتكز على ما يسمى غياب الإرادة السياسية نعم كل ما يحصل في اليمن من عدم حسم حسكري ومن تدخل إقليمي ومن عبث ومن إنشاء مليشيات ومن إضعاف اليمن كلها تصوب أو تدور حول غياب الإرادة السياسية أي أن هناك طرفا سياسيا يمتلك القرار السياسي وهو المعني بمنع مثل هذه الفوضى والعبث والتجاوزات هذه الإرادة السياسية غائبة لم نسمع من صاحب القرار السياسي أي اعتراض على ما تفعله الإمارات والسعودية على الأرض لم نجد أي اعتراض على دفع المرتبات خارج إطار الأجهزة الأطر الرسمية لم نجد أي اعتراض على إغلاق الموانئ والتحكم بها لم نجد أي اعتراض على إنزال قوات عسكرية لهذه الدول في مناطق ليس فيها لا انقلاب ولا جماعة إرهابية ولا هي مكان حرب يعني كان يفترض أن تكون هذه القوات في حجور وفي صعدة وفي الشريجة وفي الحديدة وفي حراض وميدي أي في المناطق التي تستحق دعم اليمنين للانتصار إذن المسار السياسي غائب وهو الممثل التي تمثله إرادة الشعبية أو يقصد الإرادة السياسية التي أنبثقت عن الإرادة الشعبية طبعا هذه الإرادة السياسية محتكرة ومختزلة كلها بيد شخص واحد اسمه رئيس انتقالي اسمه عبد الربو منصر هادي للأسف تكن أو تنصل عن التزاماته أدو السورية والقانونية في الدفاع عن بلاده وعن شعبه وعن وطنه المسار الثاني وهو المسار الشعبي أي أن هناك احتجاجات شعبية ينبغي أن تأخذ زماماً مبادرة باعتبار أن الشعب هو صاحب الإرادة الحقيقية وإنما ما تم منحه لعبد الربو منصر إنما هو تمثيل هو تمثيل الإرادة الشعبية فهو ليس عبد الربو منصر ليس هو الإرادة الشعبية وإنما هو موثل للإرادة الشعبية وبالتالي المسار الحقيقي الذي سيحسم مثل هذا العبث هي التحرك الشعبي الذي بدأ في سقطرة وفي المهرة والآن في عدن وفي أبيان وفي تعز وسيتسع في أكثر من مكان ولكنه إلى الآن لا زال متواضع أو لا زال خقول لكن نتيجة لهذه الانتهاكة البشعة ونتيجة لقلة الحياء السياسي بالتأكيد سينتقل الشعب إلى مرحلة المبادرة لكي يصبح يعبر عن الأطراف التي تعتبر عدوة للشعب بشكل واضح وهي الحوثيين كان هو العدو الوحيد ولكن اليوم دول التحالف فضعت نفسها في هذا الخانة وهي خانة العدوان وغدا إذا لم تتحرك الإرادة السياسية ممثلة برئيس عبد الربو منصور سيصبح أيضا هو عدو ستنزع منه السلطة الشرعية بتفويض شعبي لنفسه باستعادة هذه الإرادة المسار الثالث هو المسار القانوني الإرادة السياسية وحدها تحتاج إلى خطاب وتحتاج إلى تيكتيك وبرامج لكن المسار القانوني أيضا مختزل بيد الإرادة السياسية هو صاحب القرار عبد الربو منصور الذي سمح لهذه الدول بالتدخل قبل أن يطلبها لأن الأحمدي رئيس الأمن القومي تحدث بأنهم سمعوا بقصف في 25 مارس وهم في طريقهم في حضر موت كيف يسمح رئيس دولة لدول أخرى أن تمارس هذا العبث من القصف القوي على كل مقدرات البلد لمجرد أنه يريد أن ينتقى من الحوثيين كان عليه أن يرفض ذلك حتى يلزم الأطراف التي تريد أن تتدخل لحماية نفسها من التدخل الإيراني بإبرام اتفاقية قانونية لضبط هذا التدخل إذن المسار القانوني غائب هناك من يتحدث دكتور فيصل بأن حين طلب رئيس هذه من التدخل لم يضع أي شروط لم يكن هناك أي اتفاق يوضح نوع هذه العلاقة فقط رمى بكل شيء أمام السعودية أو كما يقال وضع البيض كله في سلة التحالف وبالتالي الآن من الصعب أن يخرج بأي قرار وقد سلم لهم زمام الأمور كلها صحيح أن هناك خطأ سياسي وقانون الارتكب في التفويض المطلق عبر ورقة بيضاء وهو مجرد طلب للتدخل والطلب كان موجها حسب ما هو متردد أو متداوال من السعودية فقط والسعودية أيضا ذهبت لتشكل تحالفا دوليا دون تفويض من السلطة اليمنية وهذه كارثة اليوم انتهاكات الإمارات داخل البلد داخل الدولة إنما يقوم بتفويضا من السعودية تفويض طرف ثالث من السعودية للإمارات بأن تعبث وبالتالي القول بأن الإمارات هي بعيدة عن قرار السعودية في هذا الموضوع قرار خاطئ لأنه ما نستدع الإمارات هي السعودية وعليها أن تردع الإمارات باعتبار أنها تشوه هذا التدخل وأيضا تسيء لقائد هذا التدخل وهي السعودية فإذا أرادت السعودية أن تثبت بأنها بريئة من هذا العبث الإماراتي هي المعنية بإيقاف الإمارات عند حدها والعودة إلى الأطر القانونية في مسألة التدخل سواء في التجنيد أو في اتخاذ القرار السياسي أو في قيادة التحالف العسكري أو الأمني أو كذلك صرف المرتبات أو الدعم المالي كلها تمر وكان إلى الآن السعودية لم تعترض لأنها تنبع عن سياسة آبورية من الدولتين طبعا الآن كما قلت بأنه لا يقل الاتفاق فهل بمقدور عبد الربو منصور أن يفعل شيئا؟ نعم بمقدوره باعتباره هو المفوض من الشعب بمقدوره أن يخاطب شعبه بكل الحقائق يخرج من الرياض يعود إلى الأرض أو يذهب إلى نيويورك أو إلى الصين أو إلى الروسية المهم أن يخرج من هذا الإنزواء الإختياري في الرياض لأنه لا يستطيع أن يتخذ قرارا مستقلا وهو حبيس عاصمة تدعي حمايته وتمويله وإنقاذه وبالتالي هو معني بالعودة إلى اليمن معني بالخروج من الرياض وبالتالي يتخذ قرارات بدعوة هذه الدول على أن تصحح علاقتها عبر اتفاق دولي فالأمر لم يفوت بعد أو يعفيها عن التدخل لكن هل يرغب بذلك السؤال بأن تتحمل تكاليف دكتور فيصل هل يرغب فعلا الرئيس بذلك هل يرغب بإعادة مسار هذه العلاقة أم أن الوضع بالنسبة له يعني كما يقال مريح هناك من يفكر بن يابعن هناك من يقارر بن يابعن وفي الأخير هو رئيس دولة أحسنتي بالسؤال بالتأكيد هو من حيث القدرة قادر ولكنه لا يريد أنا قلت بأن الإرادة السياسية غائبة في هذا المشهد وهي التي سمحت بوجود فراغ لهذه الدول بأن تعبث لكن إذا وبدت الإرادة السياسية فالقرار السياسي يمكن أن ينبثق عنها ويوقف كل هذا العبث طبعا أنا حسب قراءتي لتسلم عبد الربو منصور السلطة هو تسلبها بموقف اتفاقية إقليمية أو تدخلت فيها الإقليم وشهدت عليها دول العالم كشهود حضروا كشهود مثل مجلس الأمن والدول الرائية الكبرى وبالتالي هو مفوض لأن يحكم البلد انتقاليا لعامين هو يعلم بأنه إذا أكمل مهامه بنجاح سيخرج من السلطة وبالتالي عندما حان موعد خروجه من السلطة هو نفسه من تآمر لكي يبقى وبالتالي هو مدان وعليه أن يثبت بأنه غير مدان كل أفعاله وقرارته وسياسته وصمته وسلوكه السياسي إنما يدينه باعتبار بأن أي قرار لإنهاء المشكلة في اليمن هي مغادرة عبدالرب منصور من المسرح السياسي هو يعلم ذلك والاتفاقية يعني سواء كان الإنهاء قبل عامين بالاتزام الاتفاق أو ثلاث أو أربعة أو خمس سنوات في أي لحظة سيتم إنهاء الأزمة السياسية في اليمن إنما هي إيذان لمغادرته من السلطة هو يعلم ذلك وبالتالي أن يسل السلطة ولا يريد أن يسلمها وكثير من القوى السياسية تدرك ذلك ولكنها غير قادرة على الحديث وبالتالي نحن اليوم مطالبون كشعب أن نستعد عهدتنا الحقيقية نستعد إرادتنا الشعبية وما يحصل في سقطرة وفي المهرة إنما هي رسالة للشعب لجميع المواطنين من الشعب اليمني على أن يأخذوا زمام المبادرة وبأن الوطن يعنيهم ولا يعني عبد الربو منصور وأن الوطن يعنيهم ولا يعني السلطة الحاكمة وأن الوطن يعنيهم ولا يعني فريق المنتفعين حول عبد الربو منصور اليوم كل الموجودين في الرياض من قيادة رسمية وحزبية وإعلامية وثقافية هي قيادة من المنتفعين يفكرون في مخصصات آخر الشهر سواء المخصصات من اللقنة الخاصة أو المخصصات من الحكومة اليمنية في عدن أو من المخصصات المباشرة التي يتم دعمهم بالريال أو بالدولار من حكومة الرياض وهي محسوبة كإعانة على السعودية وبالتالي لا نستغرب عندما تعلن السعودية والإمارات بأنها دعمت اليمنين بـ 17 مليار لكن عندما نفهم بأنها تنفق على هؤلاء المنتفعين وعلى قوقة الرئيس وعلى هذه الفئة التي عندها استعداد للبيع والشراء للتعيش بغض النظر عن ما حصل في اليمن أنا الآن لو تسبحي لي أرجو عدم المقاطعة أنا الآن جيت إلى الأستوديو وأنا أحمل رسالة ليس فقط عما يحدث في المهرة أو في الظالع أو في حجور أو في أي مكان تعز إلى الآن ثلاث سنوات تصوري ونحن صامتون ثلاث سنوات عطشة لا ماء فيها بالرغم من أنه الدعم وصل من المنظمات الدولية 22 مليون دولار فقط في عام 2018 واليوم الويت الذي كان بـ 2500 أصبح بـ 10 ألف والذي كان بـ 5000 أصبح بـ 20 ألف وبالريف وضواحي تعز أصبح بـ 30 أربعين ألف الناس يموتون عطشا لا يجدون ماء لغسل ملابسهم ولا لأجسادهم وهناك فساد مريع في ظل وجود غياب إرادة سياسية تعين الفاسدين وهؤلاء المنتفعين ماذا لو كان القرار السياسي في اليمن قرارا حصيفا يختار الكفاءات الوطنية التي عليها أن تقوم بزمام المبادرة للبناء والتنمية وإعادة ترميم البيت الداخلي ومع ذلك نجد أن في تعز انظري فقط في تعز تم حل مشكلة الغاز البوترول الديزل التربية والتعليم الصحة الجامعات كل الإدارة بدأت تشتغل ومؤسسة المياه تأخذ الدعم ولا تفعل للناس شيئا الناس يعيشون حالة من الحرمان من الماء بالرغم من وجود مياه أصبح هي بالك عام الماء لا ينتقل إذن اسمح لي فقط أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ موسى النمراني عضو الهيئة الإدارية من منظمة سام من إسطنبول مساء الخير أستاذ موسى سام النور مرحبا أهلا بك إذن في منظمة سام دعوتم للإفراج عن يمنيين معتقلين من قبل القوات سعودية في الغيضة على خلفية ظهور قريب لهما بمقطع فيديو يعبر فيه عن رفضه لتواجد القوات السعودية في المحافظة وأرادوا أن يرشدهم إلى مكانه ما الذي حدث بالضبط؟ قبل يومين ظهر أحد أكارب هؤلاء المعتقلين في مقطع فيديو لا يتجاوز دقيقة واحدة عبر فيه عن رفضه لوجود قوات سعودية وعن استياءهم كسكان محليين وعاملين في رعي الأغنام من تحويل هذه المناطق من مناطق لرعي الأغنام إلى مناطق عسكرية ثم فوج هؤلاء المواطنين بقوات عسكرية تداهم خيمتهم وتخطط اثنين منهم لإرغامهم على الدلالة على مكان هذا الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو إذن هذه الحالة حقوقيا وقانويا ما الذي يمكن أن نطلق عليها؟ والله عزيزتي ما حدث هو انتهاك لحق أساسي أولا من حق أي مواطن أن يعبر على رأيه بكل الوسائل القانونية المتاحة هذا المواطن لم يخالف القانون وعبر على رأيه في رفض وجود قوات أجنبية وهو يتجاوز الحق إلى الواجب في مثل هذه الحالات الدفاع عن الوطن في وجه هذا الاحتلال الصارخ والواضح ويتجاوز الحق إلى الواجب في حالة سكان المهرة وكل اليمنيين نعم إذن كل الانتهاكات والجرامة التي ترتكب بحق المدنيين والسكان المحلين من أبناء المهرة من قبل قوات سعودية خصوصا بعد استقدام قوات عسكرية وأليات كبيرة خاصة نحن نعلم أن المهرة لم تطأها الميليشيا ولم يحدث فيها أي شيء يستدعي كل هذه القوات كيف يمكن الدفع بهذا الأمر حقوقيا أمام المجتمع الدولي؟ هو التواجد السعودي في المهرة تواجد غير قانوني جملة وتقصيلة وكل منظمات حقوق الإنسان ومن يفهم في القانون من يمنيين ومن غيرهم يدركون أن تواجد القوات السعودية في هذا المكان ولمآرب أخرى غير المآرب المعلن عنها والمتمثلة في محاربة الإرهاب وأي إرهاب في المهرة ومحاربة تهريب السلاح والمخدرات إذا كان تواجد السعودي لمكافحة التهريب لماذا أوكفوا مطار الغيظة؟ هل مطار الغيظة يستخدم للتهريب؟ لماذا التضييق على التجار في المنافذ الحدودية مع عمان؟ وهم تجار يوردون للمنيين مواد غذائية وصناعة يعني يستوردون بعض الاحتياجات والكماليات أحيانا من الصين ومن غيرها من البولة المصنعة لماذا يضيقون على هؤلاء التجار؟ رفعوا الضرائب والجمالك إلى 100% من القيمة الأساسية للمواد المختلفة يعني إذا كان عند المواطن أو عند التاجر حاوية تحتوي على أكثر من صنف من المستوردات فضربتها جمهورها 100% أي جريمة هذا وإجرام هذا أن يتحول المواطنين إلى ضحايا مثل هذه السياسات الاحتلالية؟ نعم، إذن على صعيد توسيق الانتهاكات كيف يمكن لأبناء المهرة توسيق كل ما يحدث لهم من انتهاكات؟ يعني تمارس ضدهم من قبل القوات السعودية حتى يتم الدفع بها مستقبلا؟ نحن نحص أبناء المهرة على التواصل مع المنظمات الحقوقية، مع لجان الرصد، مع لجان التحقيق الدولية نحصهم على استخدام هواتفهم على الدواء لتوثيق الانتهاكات لتوثيق الوجود السعودي غير القانوني في المنطقة وكشف هذه الحكايق أولاً بأول حتى لا تتضخم ويتم النظر إلى هذه المنطقة باعتبارها منطقة منسية ومعزولة ويسهل الاسطيلة عليها السعوديين وغيرهم ينطلون إلى المناطق الجنوبية في اليمن على أنها أرض بدون شعب يسهل أو يمكن التحقيق عليها وهذا غير صحيح وغير قانوني وغير مبرر نعم، إذن شكراً جزيلاً لك أستاذ موسى النمراني عضو الهيئة الإدارية بمنظمة سام كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، عود إليك دكتور فيصل إذن دكتور فيصل، هل نستطيع القول أن المهرة تعيش الآن تحت سلطة سرية تمارس القمع من خارج السلطة الرسمية؟ أو كسلطة ظل موازية؟ أنا سبق وأن أشرت بأن هناك للأسف سوء في استخدام القرار السياسي وبالتالي من يتم تعيينهم هم يمارسون سلطات مخالفة للدستور والقانون تم تعيين محافظة للمهرة يتم التنسيق بينه وبين القوات السعودية الغازية خلافاً للمطالب الشعبية في المهرة هنا يأتي دور القرار السياسي ماذا لو كان تم تعيين محافظ ذو كفاءة عالية وذو شعور وطني ربما لا كانت السلطة المحلية باندماجاً مع السلطة الشعبية ولما استطاعت السعودية أن تدخل بقواتها وتضع يدها على المؤسسات السيادية المطار الميناء الأرض المنافذ اليوم السعودية كل فترة تتوسع بوجودها العسكري على الأرض سواء بقنود عسكريين سعوديين أو بمرتزقة أو بتقنيد موالي لها من اليمنين ويتخلق بذلك إضعافاً للمهرة التي صمدت ورفضت مثل هذا التدخل منذ أكثر من ستة أشهر نحن قلنا بأن ما يفعله المواطن المهري من موقف سياسي وشعبي يدافع عن السيادة اليمنية والمعنى بالدفاع عن السيادة هي السلطة الشرعية المنتخبة لإقلي هذا والتي أقسمت على الدستور والقانون بأن تحبي سيادة اليمن وإذا بها تعين محافظ وتغمض عينها لكي تسهل لهذه السعودية أن تفرض أمر واقع نحن اليوم أصبحنا نشك بأن هناك سياسات من تحت الطاولة للبيع والشراء في الأراضي اليمنية السعودية مصممة على أنها تعمل موانئ تتبعها وأن تبني قنوات نفط أو أنابيب نفط تتبعها وتكون تحت سيادتها نحن لا نعلم إذا هذه الرشاوية التي تدفع لوزراء الحكومة أو لأعضاء مجلس النواب نحن في مجالسنا في اليمن خلقنا سلوك خارج إطار القانون والتوقيع بالتمرير يعني مجلس النواب يعقد خارج اليمن وبطريقة غير شرعية يجتمع بهم محمد بن سلمان كأنت تمثل الشعب من أعطاك تفويضا أن تذهب لتقابل محمد بن سلمان أو محمد بن زيد أو حتى ترامب يعني أنت نائب أنتهت صلاحيتك ومع ذلك أيضا تمارس صيانة للشعب اليمني ولا ندري ما إذا كنت قد وقعت أو عندك استعداد أن توقع على اتفاقيات أو على عريضة كما وقع عبد الرب منصور على عرض التدخل بدون أي شروط لحماية السيادة اليمنية والثروات اليمنية الحقيقة اليمن الآن يمارس عليها كثير من الإضعاف في حرب إقليمية بالوكالة بين السعودية وإيران على أرض اليمن نعم ما هي مخاطر يعني وجود مثل هذه القوى المحلية التي لديها ارتباطات خارجية تعمل على خلخلة جبهة الشرعية من ناحية وإضعافها أيضا وزرع الانقسامات بين أبناء المنطقة الواحدة نحن الحقيقة لم نعد نعول على الشرعية بعد صمتها على هذه الخروقات على امتداد ثلاث سنوات وبدأت تخرج للعلن كنا سابقا نتحدث عن هذه الخروقات ولا نجد الدلائل الأكثر إضاحا وإقناعا للشعب اليمني بل كنا نعتبر نورد خارج السر باعتبار بأننا وكاننا نخدم الحوثيين بهذه المواقف لكن بعد ذلك تقرأت وتقاسرت الرياض والإمارة والسعودية بأن تفعل ما تريد بأن تدخل قواتها وتضع سلطانها على سقطرة وعلى المهرة وهي بعيدة قلنا كل البعد عن أماكن الصراع للحوثيين أو الإرهابين وكذلك تتحكم بالقرار السياسي والعسكري والمدني وبالتعينة أيضا وتفرض محافظين ووزراء كما تريد وعليه أن يوقع المخاطر الكبرى بتعين مثل هذه الشخصيات التي تتعامل مع الخارج نقضا للقسم ونقضا للمبادئ الدستور والقانون إنما تسهل لأن يتحول التدخل إلى عدوان وإذا ما رفضت أو طلب من هذه الدول أن تغادر اليمن سيتتحول إلى احتلال ونحن بحاجة بعد ذلك إلى عمل مختلف لكي نتخلص من هذا الاحتلال صحيح نحن الآن نعتبر بأن هذه القوات جاءت بطلب رسمي ولكنها أصبحت في عرف القانون الدولي وفي مبادئ القانون الدولي تمارس عدوانا لأنها خرقت من الأهداف التي جاءت من أجله وذهبت مذهبا آخر خطورة هذا بأنها الآن تستقوي بهذه القوات العسكرية سواء اليمنية العميلة أو السعودية القادمة أو الإماراتية لكي تمارس نفوذها على الأرض وتحكم الناس وتخترق كل الأعراف الدولية والقانونية والدستور والقانون يعني ماذا تبقى لنا من سيادة ماذا تبقى لنا من حقوق ماذا تبقى لنا من كينونة من كرامة عندما يأتي مندوب إماراتي يعبث بجميع القيادات العسكرية مندوب إماراتي لا يساوي حتى قزرة في صندوق في سوق الخضرة ثم يملي شروطه على قائد المحور أو على قائد المنطقة أو على رئيسية الأركان صدر تصريح عن الهلال الإمارات لا أدري مدى صحته ما ينشر في وسائل التصالح إلى موثوقية وتوثق وهو مخيل يقول بأنه إذا سلمت ميناء عدن إلى الصين نحن سنفعل كذا وكذا وكأن اليمن أصبحت مجرد بلا رعي وبلا أمة وبلا دولة وبلا شعب نكرر ونقول بأن الشرعية ليست يا عبد الربو مصور كيف يمكن توحيد الخطاب الشعبي العام تجاه هذه الممارسات من قبل التحالف تعلم جيدا ربما في السابق كان هناك الكثير من من يؤيد تدخل التحالف ولكن ما انتكشفت كثير من الحقائق تغيرت مواقف أيضا العديد من يعني مما يحدث لم يعد ربما مع التحالف إلى المستفيدين عمليا من هذا التدخل نحن طبعا بحاجة إلى وعي شعبي تجاه هذه المخاطر وهذه المهددات وسيكون هناك دور كبير لقيادة الرأي العام والقيادة الرأي الشعبية أن تنور المجتمع ما هي المخاطر التي نحن سنذهب إليها وما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الشعب تجاه الدفاع عن حقوقه دون الركون إلى سلطة يعني متمالية مع هذا التدخل ولم تتخذ أي قرار وأيضا لا نستطيع أن نركن على قيادة حزبية رهنت نفسها بالارتباط مع شرعية أثبتت فشلها وكذلك مع دول التحالف يعني مطلوب من هذه القيادة الحزبية أولا إعلان فك الارتباط عن دول التحالف احتجاجا على مثل هذه السلوكيات مطلوب من الكتلة الحزبية والقيادة السياسية أن تضغط على الرئيس عبد الرب منصور أن يعيد نظره في هذه السياسات وفي القرارة السياسية وإذا لم يفعلوا ذلك فهم سيظلون دائما مصنفين شعبيا في إطار دائرة المنتفعين يعني في نيت الأمر عندنا رئيس انتهازي نخبة انتهازية مجموعة من المنتفعين لا يمكن التعويل عليهم اليوم المهرة تعطي لجميع الشعب اليمني درسا وطنيا بامتياز على جميع المحافظات أن تلتقط مثل هذه المبادرة وأن تفعل ما يفعله المهريون المهريون لم يخرجوا من إطار الشرعية ونحن نقول بأن القيادة المجتماعية والشعب اليمني متمسك بالشرعية ولكن تمسكه بالشرعية لا يعني سكوته عن أخطائها ولا يمكن سكوته عن فسادها ولا يمكن قبول قرارات فاسدة نحن اليوم بحاجة إلى تقويم القرار السياسي تقويم العلاقات بين السلطة الشرعية وبين الدول التحالف استخدام الإرادة السياسية والإرادة الشعبية التي فوضت لهذا الرئيس أن يعيد التخاطب مع العالم وفق القانون الدول العام وميثاق الأمم المتحدة بعادة الحق إلى مصابه اليوم نحن أمام عدوان مستفز إذن شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحذيفي وصلت إياك إلى نهاية هذه الحلقة من المسال يمني دكتور فيصل حذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة شكرا مرة أخرى لك كنتم معنا عبر الأقمار الإصطناعية من تعز أشكلكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم لن ألتقيكم في مسال يمني جديد كنوا برعاية الله وأمنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة